يعني من أفضل رؤوس الحرب حالياً في الدوري المصري لما بيروح حتة رأس الحربة مش قوي يعني مش قوي مش قوي مش قوي ده العيب ما كده بيرقص بوسطه مش قوي بس اسمع كلامي مش قوي بعد الكمانش اللي جايين بقى نقوك بيعجبني في أجايين ان هو بيرقص بوسطه العيبي اللي بيرقص بوسطه ده اللي هو فكره بيوصل لهدفه الخامس في الدوري والأسست التاني الهدف الخامس لو استعرضنا أرقام جونيور أجايه حلقين هو لعب 90 دقيقة أحرز هدف دي الترقيصة اللي بقول لها داك عليه اللي هي ترقيصة الوسط اللي هي طبعاً كهرباء العيب حريف قوي لأ مش دي دي الهدف بس فيه الأسست بقى اللي فيه ترقيصة بالمكار يعني جونيور أجايه أحرز هدف وصنع هدف ليه محاولة واحدة على المرمى يعني هو أحرز هدف وصنع هدف وليه محاولة على المرمى لما راح كمهاجم وهمي وظبوط فبالتالي جونيور وهو كمان رقم مميز او ان هو اكتر لاعب في الرباع الامامي قطع الكورة او ارقامنا قدامه على الشاشة اكتر لاعب في الرباع الامامي قطع الكورة سبع مرات فقد الكورة خمس مرات كمان تاني اكتر لاعب صنع فرص الاول علي معلول التاني جونيور اجايه فرصتين ليه محاولة واحدة بس على المرمى لما راح كمواجم وهمي ليه اتنين مراوغة نجحة حصل على خطائين نسبة دك التمريراته نجي بقى الكهربا كهربا يعتبر حاليا افضل بدير في الدوري بالارقام وصل لهدفه الكام هدفه التالت والاسست التالت مع النادي الاهلي يمكن كهربا ما تحسش ان هو شارك كتير ولكن هو دي المشاركة الستة كبديل احرص ثلاث اهداف وصنع ثلاث اهداف ميزة كهربا زي ما قلنا من اول يوم جي النادي الاهلي الفعلية على المرمى الفعلية مع الفرقة بيعرف يجيب جون وبيعرف يصنع اهداف عنده ده بقى مساهم في ستة اهداف كهربا مساهم في ستة اهداف احرص ثلاث اهداف وصنع ثلاث اهداف يعني بصح دك التحرك الكتري بتاع كهربا كهربا كان على الورق جناح ايمن سواء لما لعبنا 4-4-2 او 4-3-2-1 وبالتالي ده تحرك كتري ممتاز من كهربا وسجل فيها الهدف النهاردة ارقام كهربا برضو ممتازة انا اعتقد ان تمام احرص هدف صنع هدف اكتر واحد عمل مراوغات نكحة واكتر واحد عمل محاولات صحيحة يعني كهربا نزل في الديئة 59 يعني لعب 31 دقيقة احرص هدف صنع هدف اكتر من قام بمروغات نكحة 3 واكتر من قام بمحاولات صحيحة 2 نسبة دكت محاولاته 100% نسبة دكت تمريراته 100% ووقع في التسلل مرتين اذا الفعالية هنا تبتكلم في واحد نزل عمل محاولتين على المرمى بنسبة دكت 100% اكتر واحد عمل مراوغات نكحة نسبة دكت تمريرات ممتازة اذا كهربا جاء انت النهاردة اهم مكسب من المباراة طبعا غير الفوز غير تقلق الشناء وغير الحاجات دي كلها وجود لعب زي كهربا انت محتاج واحد زي كهربا في المباراة اللي جاية مهم جدا جناح ايصر ممتاز جدا ومننساش برضو جرالدو جرالدو لما نزل بيديك حتة السرعات اسرع جناح موجود في النادي الاهلي حاليا جرالدو بيديك اقاع بيغيال لك الرتم خالص ايوه اشتركوا في القناة